طيب إزاي بيتم تأهيل الجمال من أجل دخول هذه السباقات والسباقات دي بتخش فيها يعني فرق ولا بيخش فيها أفراد ولا هي قبائل بتتنافس مع بعضها وإزاي بيتم تنظيم ده في محافظة زي محافظة شمال سيناء ربما كانت دخول والخروج منها صعب للغاية في ظل ظروف أمنية ربما لم تكن مستقرة ولكن الآن بنشهد فيها تنظيم بطولة وبيأتيها الناس من كل فجن عميق من أجل حضور هذه البطولة تفاصيل عن سباق الهجن في مدينة العريش نعرفها بالتفصيل مع الشيخ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن صباح الخير يا شيخ عيد بنصبح على حضرتك معنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير ومعا تعيد بهذا الأطلال من التلفزيون المصري في صباح الخير يا مصر أهلا بحضرتك أقول لنا يا شيخ عيد في البداية يعني عملتوا إزاي هذه البطولة بعد يعني غياب سنوات طويلة عن مدينة العريش أنها تشهد حاجة زي كده كلمنا عن التجهيزات والاستعدادات وجود الناس إزاي استقبلوا أيضا هذا الحدث إزاي وستربما حرمان لأهالي العريش من وجود فعاليات زي دي والله أستاذنا العظيمة إحنا عارفين يعني مردود هذا السباقات على أهل القبائل مردود معنوي ومردود مادي طبعا وأيضا مردود كبير على الدولة لأنهم طراثهم هم اللي بيعشقوه وبيحبوه وبيصير الثمرة سريعة وطيبة من دراء هذه المهرجانات كانت البداية في عشرين ثمانية عالفين وعالفين وعالفين وعشرين وعشرين تمام توجهت إلى السيد المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة طبعا في مقر المحافظة المحافظة بتاعها في شمال السيناء وقدمت له كطاب أننا بسهد الأغامة بطولة هنشيطية كانت بداية أننا نعملها في حمسة عشر فتعة الفين وعشرين تمام وتكلمت معه كيفية أننا نعمل مضمار وصور تراك حديدي التراك الحديدي في شمال السيناء يختلف عن أي محافظة لأنها عشاطة البحر وفيها نسبة فلوحة عالية فتكلمنا أن يكون الحديد مجالكا وهذا الحديد موجود في جنوب السيناء وتم التنسيغ من حافظ جنوب السيناء زودكم بهذا الأمر تمام فمجهود كبير تم بضل من النوم محمد عبدالفضيل شوشة فرغبنا نشاط كان طيب وركزنا على السلبيات التي ممكن تواجهنا في العيد القومي لسينا نحن نعيد له من 15 سنة المهرجان الذي يحدث اليوم فالحمد لله كان بعدات جيدة والانتهاء من السورة الحديدي وبدأنا نوجه دعوات لكل الأندية والمحافظات والمهتمين بهذه الرياضة للمشاركة في هذا البطول حتى وتم توجيه دعوات للمهتمين في دولة الخليجة العربية كويس جدا فاليوم حالة طيبة حضور طيب صعب أنه ننصف لك الموجود في أرض الميادين والعريف كل يعني فردقهم شريحاتها والسياحة والسكان كبير فيها عظيم يعني ما شاء الله العريش مفيش مكان تسكن فيه كويس جدا احنا فيه ضيوف من عندينا بندور لهم شكتين ثلاثة لم يسكن حاجة تنميية كبيرة رياسة الهجم فيها أخبات كبيرة الكلام ده غايب بقاله كم سنة 12 سنة والله يعني والله رقم كبير برضو يا شيخ عيد أنا مهما وصف لك الحضور الطيب من 17 محافظة والجمهير وإحنا نقول لك أرضية الملعب اليوم ما هتشوفها حاجة تسلج شدور أنا بتكلم عن شيوخ الجبائل انتظار طويل وعودة حميدة والواحد كان في عشق كبير لهذه الرياضة وحنين يعني الرياضة كثير في الدم هذه رياضة الآباء والإجداد إرسهم فإحنا عبر منبرك هذا بنتوجه بجزيل الشكر إلى فقامة رئيس الجمهورية لإهتمامه لأن هذا الرياضة حاجة كثير بإهتمام هذه الرئيس الأب والقائد وعلى حفظ الأمن واهتمامه بحفظ الأمن في شمال سينة يعني بعد سنوات بتكلمني في 12 سنة كانت فنادق كملة مقفولة وكان فيه رزق مقطوع عن ناس كثير وكان 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 النهاردة بتقولي المحافظة فول مليانة كلها فطبعا ده خبر كويس جدا والله أنا بقولك أنا قعدت ساعتين عشان أجد مكان للضيوف عندي عشان أسكوهم في شمال يعني اللي أسعالهم من الموجودين أصحاب الفنادق ما فيش مكان عندنا كل فل حيلا ويعني حاجة أتلجت صدور صدورنا كابناء مصر بالعودة الحميدة وحفظة الأمن في شمال سينة أو هذا طب حياة كبيرة ربنا طبعا ربنا يديم علينا أقوات المسلحة لمصر الحبيبة وأبناء سينة أيضا وإن شاء الله القادم أفضل الرئيس يعني غائدنا بينهج نهج صحيح عدد الفرق المشاركة كم فرقة كم حد من دخل مصر وخارج مصر ربما اللي يسمعني يقولي إزاي برضو كمان بيتم تأهيل الجمال للمشاركة في هذا الأمر هل في زي ما بيقولوا كده زي ما بنشوف في الحاجات الشبيهة هل في سبقات تحضرية هل في تدريبات القبائل بتخش يعني احكي لنا عن الكواليس زي ما بيقولوا يا شيخ أستاذنا العزيز الجمل الجمل يعد بسبابات الهجن بالشهر بيتكلف بيتكلف تكليف مادي على صاحبه 15 ألف جنيه الآن الجمل بيشرب لبن بيأكل زبيب بيأكل كامر بيعد أعداد جيد مثل دول الخليج العربي شعير فعندنا مدربين متخصصين جبناهم من دول الخليج العربي عظيم أخذت الرياضة مساهر دولي بعد زيارة خامة الرئيس لينك شرمش كويس فدلوقتي عندنا 15 نياه مؤسسة مشاركة عندنا 22 قبيلة عندنا 560 جمل عندنا 17 محافظة بيقول لك مصر اليوم كلها في مدينة العلي والوافدين من الخليج العربي كام؟ عندنا السعودية والعردن والكويت والإمارات موجدين والسودان جميل 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 كل دول فرق جاية بجمالها مخصوص بكل حاجة يعني تم نقل كل هذه الأشياء والله احنا بنشكر القوات المسلحة وبنشكر مدير عامل جنوب سيناء والعردن ومحافظ جنوب سيناء قدموا تسليلات كبيرة لمرور هذا الهجن والمدربين والمهتمين بهذه الرياضة بتتنقل ازاي ربما اللي بيسمعنا برضو يعني أنا عايز نقل جمل من السعودية للعريش بنقله ازاي ما يخشش في طيارة ذا يا شكعيد والله والله نقل الهجن بالوقت عبر سيارات كبيرة معدل مخصصة لهذه الرياضة احنا الحمد لله يعني طوالي المعابر والمنافذ مستحلة وفي تنسيق كام من السيدة المحافظ في شمال سيناء وموجدين الناس من يومين وبتدربوا على عرضية الميدان وان شاء الله بسعالهم عندكم مشاكل المحافظ يمر عليهم والمسؤولين فالأمور كلها ميسرة وفي ذات اهتمام من الدولة عظيم طب عندي سؤال برضو الفرق بين رياضة الهجن في الخليج العربي وفي القبائل العربية في مصر عمل ازاي انا بشوف اهتمام كبير يمكن شوفت قبل كده المملكة العربية السعودية عاملة سباق هجن كده حاجة عظيمة جدا يعني وشوفت برضو دول خليجية مهتمة دي بتعتبر الرياضة الاولى هناك في الخليج العربي احكي لنا هم عاملين ازاي واحنا عاملين ازاي واحنا بنحاول نتواكب معهم ازاي في هذه الرياضة البدوية والله يا سيدنا العظيم الرياضة في الخليج العربي فيه مستشفية خاصة عدة فيه ميادين دولية ومتحشصة ايه الركب الالي ليس بشري بالركب الالي فيه طباء متخصين على اعلى مستوى ايه فيه خلال اربع سنوات احنا اول الحمد لله اول ما استلمت الاتحاد المصري مطلع الهين الاخمنتاش وضعت اهتمام كبير بالرأس الانمال الاجتماعي العلاقة بالدولة والحمد لله نجحنا وضعت الاحتكاك الدولي مهم جدا والعلاقة بالذات مع اكبر دولة عربية في رياسة الهجن هي الامارات والحمد لله الان دولة الامارات لها اربع سنوات بتنظم اه وبدعمنا بكل الامكانيات في شرم الشيخ ايه وفي العالمين والسعودية هناك احتياج دولي كل سنة صحيح نكافر نحتك بالدول السعودية فجبنا الخبرات اللي عنديهم والان موجودة افضل سلالات في العالم موجودة في مصر اسس من الامارات صحيح والسودان صحيح على اي حال حدث مهم عربي لرياضة بدوية عربية اصيلة بتمتد جذرها لمئات السنين الهجن وهو سباق الجمال بيقام لأول مرة من 12 سنة على ارض محافظة شمال سيناء بعد مرورها بكبوات امنية النهاردة بنستعيد السياحة اشتغلت مفيش مكان فاضي في مدينة العريش اللي بتستقبل هذا الحدث المهم بنشكر الشيخ عيد المزين الرئيس الاتحاد المصري للهجن